اوكي لما الناس بتقول ان كرة القدم اشهر لعبة في العالم ما بيدهاش حقها لان لما تقارن اشهر لعبة في العالم بالالعاب التانية هتلاقي فرق مش طبيعي ودي من الحاجات اللي بتخوفني لما بس احاول اقرب من موضوع زي ده انا لما بتكلم على الكرة كاني بالضبط بتكلم في السياسة جدال ملوش نهاية محدش بيسمع التاني واستحالة فعلا تغير وجهة نظر اللي قدامك بس خلونا نسيب كل الحاجات دي علشان احنا هنا بانتومات حايزين نتكلم على حاجة علمية ضواهر فعلا بتخلينا نفكر وحاجة انا لاحظتها من سن صغير جدا وهي ان في ناس ما بتعرفش تلعب كرة زي البنات بغزر بغزر انتو عارفيني ان انا فامنست من يومي ولكن بجده كلنا قابلنا الشخص ده اللي بيمسك كرة وفعلا انت بتخاف عليه ليجرح نفسه لسبب ما ما بيفهمش الكرة دي ازا بتشتغل والت بالنسبالك ده شيء غريب لان كل الناس بتلعب كرة وهنا نروح لحاجة اسمها كوردينيشن مفيش كلمة في دماغي عربية تقدر تشرح فعلا المعنى بتاع كلمة كوردينيشن بس لو رحنا لحاببنا جوجل ترانزليت هيقول لنا ان كوردينيشن دي معناها تنصيق التنصيق ده القصد منه ان انت تقدر تستخدم اجزاء مختلفة من جسمك بانتظام وكل ثلاثة بس الحاجة اللي احنا لازم ناخد بالنا منها وهي ان انت لو عندك تنصيق حلو او عندك كوردينيشن حلو انت ما بتلاحظش انت لو تكون ماشي في الشارع عادي جدا انت دلوقتي بتمشي بتنصيق من غير تفكير انت بتمشي وكل حاجة تشتغل مع بعض بس في مهام تانية انت بتعملها بتبين قد ايه الكوردينيشن عندك حلوة ولا وحش زي مثلا عصف الدرامس انت لازم يكون عندك كوردينيشن حلو جدا لان انت فعليا بتفصل كل الطرف من جسمك وبتخليه يشتغل لوحده وفي نفس الوقت بيتجمعه مع بعض نفس الحوار لما حد يرمي لك حاجة وانت مش اخد بالك هل جسمك وهو على الاوتو بايلت هيقدر يمسك الحاجة دي ولا لا لو هتمسكها بعد انت هو موقعها او مثلا ما تعرفش تمسكها خالص فالاوتو بايلت بتاع جسمك مش شغال حلو قوي وكده انت هتكون انكوردينيشن هل ده معناه علشان تلعب كورة لازم يكون جسمك في اعلى حالات التنسيق اكيد لا وهنا نروح للشيء التاني عندنا وهو التدريب ضد الموهبة وبكده خليه ناخد اكتر مثالين مشهورين كريستيانو وميسي واضح جدا ان الاتنين دول ليهم طريقة مختلفة في اللعب والاتنين متميزين بطريقتهم الخاصة كريستيانو شخص تدرب لحد لما قدر يوصل للي هو فيه حاليا ميسي هو كمان بيتدرب ويشتغل على نفسه ولكن ميسي مولود بالموهبة معلومة ممكن الناس كتير متكونش عارفها وهي ان انا لعبت كورة لمدة اربع سنين في نادي درجة تانية محدش يعرفه في مكان لا ولكن عمتا يعني في التدريب فيه حاجة كنت دايما بلاحظها في التدريب كان الكابتن بيعلمنا حاجات كتير من الحاجات دي مثلا كان يرفع لنا الكورة واحنا نروح عشان نلعبها بدماغنا في الجول يعني وكنا بنغلط وبنعيد مرة تانية وبنتعلم بس دايما كان فيه الشخص ده اللي هو من اول مرة تلاقيه بيعرف يطير ويجيب الكورة مهما كانت هي فين ومدخلها في الجول يعمل ده كله بسهولة مش طبيعية مثلا انتو حبتلك الكورة بنتدرب يلا عشان نشوت ونلف الكورة في الجول ولا حاجة من اول مرة تلاقيه بيشوت واكورة مئة في المية ودايما الشخص ده بيكون اشول لسبب ما ده واحد عنده الموهبة وعنده كوردينيشن عالي جدا وبس علشان يعني نكون واضحين اللي الموضوع ده ما بيجيش ببلاش لو انت عندك الموهبة دي ومشتغلتش عليها هتروح نروح دلوقتي للجانب التاني وهو التدريب ثم التدريب وبعدين شوية التدريب وده اللي ممكن يعمل من اي شخص عظيم في اي حاجة هنا ييجي كريستيانو رونالدو ومعظم لعيبة الكورة زي انا مش عايز افور ولا حاجة ولكن انا كنت واخد الجانب ده من الكورة وهو التدريب علشان اكون كويس ولو انت ضربت على اي حاجة هتقدر تكون فيها كويس يعني مثلا وانا صغير انا مكنتش بعرف انطط الكورة والموضوع ده كان عاملي عقدة لحد لما قضيت وقت كتير جدا بيني وبينكم زياد على اللزوم يعني وانا تقريبا دلوقتي بقالي خمس سنين ما اتضربتش فعلا كورة غير بس اللعب العادي الكاجول ما بين الاصدقاء بس لو انا في اي مكان وكان معايا كورة ونزلت الكورة وبدأت انطط بكل ارياحية وبكل تحكم علشان الموضوع اخدني كتير عشان اتعود عليه نفس الحوار مع التزديد والشوت في المكان اللي انت بتحدده بشكل معين جدا كروسبار والحاجات دي في القناة القديمة ايما كنت بعمل التحديات والجاو ده كنتانا بحب التحديات دي واللي انتحدد دي مش عزيقول كانت سهلة بس كانت لزيزة حاجات زي كده بتاخد وقت كتير من التدريب بس لما تروح للاختبار الحقيقي كل حاجة بتختلف غالبا انتو سمعت الجملة دي كتير احنا بنلعب احسن منهم ولكن مش منظمين الجملة دي حقيقية جدا لان في عوامل كتير بتدخل في الكورة غير المهارة التقطيد التفاهم المشي على الخطة اللياقة حب اللعبة نفسها وحاجات كتير فعلا اللي بتخلي اللعبة دي لعبة فريق مش لعبة شخص واحد فعلشان كده لازم ما تزعلش لو انت مش كوردينيتد او مش عارف تشوت الكورة لان انت دايما مرحب بيك ان انت تقف حارس يعني عشان نقدر فنلعب بقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة